لا يكاد موقف للمواصلات في دمشق يخلو من مشهد تزاحم في ظل أزمة جديدة لوسائل النقل في العاصمة السورية بالتزامن مع ارتفاع في أسعار المحروقات وعدم توافرها إنجازات بطاقة النظام السوري الذكية وصل إلى وسائل النقل التي لم تعد قادرة على تأمين المحروقات حتى عن طريق السوق السوداء ما وضع الأهالي أمام خيارين إما المشه لمسافات طويلة أو الانتظار لساعات للحصول على مقعد فارغ دون الحاجة للقتال والمزاحمة والرقد وراء المواصلات العامة الرخيصة تدني الأجور وارتفاع الأسعار جعل الركوب في سيارات الأجرة أمرا شبه مستحيل خاصة أن سائقي التكاسي يفرضون مبالغ طائلة على الركاب قد تصل إلى 30 ألف ليرة في ظل غياب الرقابة على الأسعار من قبل أجهزة النظام في ظل ارتفاع أسعار مادة المازوت الذي وصل إلى أربعة آلاف ليرة سورية بدأت السرافيس وباقي مواصلات النقل بالانحسار من شوارع العاصمة السورية بشكل تدريجي في حين لجأ الأهالي للتعاقد مع سيارات الأجرة وتحويلها إلى سرافيس مقابل أجر شهري يصل إلى 60 ألف ليرة أي ما يعادل الحد الأدنى من الأجور لدى نظام الأسد ترجمة نانسي قنقر